تفقد وزير الموارد المائية ورأي هاني سويلم خلال زيارته محافظة ضميات أعمال صيانة هويس وبوابات سد ضميات الواقع على فرع ضميات وتفقد أيضا مشروعات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر خلال هذه الزيارة التقى الوزير بمحافظ ضميات أيمن الشهابي حيث ناقش الجانبان التعاون بين الوزارة ممثلة في هيئة المساحة والجامعات المصرية في تطوير الإصدار الأول لكود المساحة المصرية ترجمة نانسي قنقر